السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لكم الإخوان تحية لجميع المشتركين المتابعين بالقناة تعسيم وضاير بكل صراحة افتقدناكم وتحشناكم ولكن الدرورة أحكام هذا هو السبب اللي خلقنا أننا نمتعده واحد شوية أنه بدرجة الأولى فقط الخالة ديالي اللي هي بمتابة الأم اللهم اغفر لنا ولها والله يرحم جميع أمة المسلمين أجمعين لأنه صراحة كان فرق صعيب شي شوية الحمد لله ربك يعاوننا والحمد لله على نعمة النسيان وخا ما كتنساش ولكن الحمد لله رزقنا على الله هذه النعمة ولو نسبيا كتخفف عليك الألم والحزن ولكن الحمد لله على أي حال أول حاجة كان هناك الفريق الوطني على الإنجاز اللي حقه بطولة العلم في قطر كذلك المواطنين تعمدين الرباط ومواطنين على السعيد الوطني وحتفلوا استقبال لتخصص الفريق الوطني يوم الاثنين وراء حاجة ومواطني وراءة الوطني وراءة الامن كل شيء يحتفل رأينا حتى من الشيوخ تاومسة كما يحتفلوا ولكن الحمد لله كنا محتاجين هذه الفرحة الاخوة هذا الانجاز حققوا الفريق الوطني الذي افتقدناه من سنة 2004 منذ النهاية كأس افريقيا في تونس افتقدنا هذا الفرحة هذه الصرور حتى 2022 جاء الفريق الوطني برئاسة شاب مدرب مغربي يموت على الراير الوطنية يموت على البلد بفضل طموح بفضل خبرة استطاع انه يبلغ النصف النيائي انا الاخوة كنتمنى من الله عز وجل ان بعض المؤسسات انتع الدولة تأخذ الانجاز انتع الفريق الوطني كمعيار كمعيار او كهدف كمعيار كمعيار لانه قبل من الوفاة انتع الخالة عشت الويلات في بعض الادارات عشت الويلات او كمعيار انتع الفريق الويلات لن يتم انتع الفريق الويلات انتع في الويلات انترى الاخوة كان لدي القرض كان لدي من بانكا من الدار انتع الممتع انتع الممتع ان انتع الممتع وانتع الممتع انتع الصداع سأولي استواءه ولا يتترق بانكا انتعzk انتعلك انتهت انتهت سمع ماذا يقولون يعطينا المالوفي بأنه خلصنا لهم كل شيء يتسنون يصبحوا المحافظة يعطيكم الملكية تذهب المحافظة هكذا ماذا يقولون يقدموني وما ذلك الوثيقة يقولون لا لا تقوم بها صرفه عند النطير او عند العدل هو الذي أعطيك الوثيقة عدلية لكي يمكن أن نسلمك شهادة الملكية بحل هذه الوثيقة التي أعطيتني البنكة ليست وثيقة رسمية وهذا تناقض هذا البنكة أعطيك وثيقة يمكنني أن يكون فيها كل شيء على حسب التسلسل الإداري على حسب السلم الإداري أعطيك الوثيقة أصبح أخي رسلنا معك الله يفرقنا بلاد نوب أصبح عند ذلك الوثيقة أعطيك الملكية يقولوني لا أعطيك الملكية لا أعطيك بها أصبح أخي أعطيك يقولوني لا أعطيك فلن pregunta وكأنك ذلك عندما عدله أنا أقام لأنني أقام الصراحة وتعالى في البداية سواء 200 اعطيك أصبح 160000 يقوم كلíb لأنك يعترار يجب أن يسلمك هذه المحافظة تتعاود للمحافظة يجب أن تذهب محافظة ونظاهر في هذه الأورق يسلمك أو أحد المسؤولين على البنكة وعندما يظهر تصنعه في هذا البنك يجب أن يأتي الهاتف يسلمك أو يجب أن تذهب ويجب أن تحول يجب أن يأتي الوحادي لا يجب أن تذهب يقول لك يا أخي ما هذا الذي لدينا في الوثائق الذي يمسني في الوضوصي أنت الكريدي يدعون لك الحجز على الدار حتى تسري القرض كيف يمكن أن أقول له أقلب على هذا السيد الذي يمسني في الوضوصي الذي كان في المحافظة أعاد أن أعطيك الشهادة عندما تأتي هذا الشهادة يقول لك المحافظة أن تكون خلص خمسمائة درين كانت تخلص خمسمائة درين تقول لهم أعطيك الملكية تقول لك إنها سناء تخرج لك ما هي الإدارة الكريدي لدينا هذا الشهادة لا يوجد دول متقدمة ثاني تقوير كريدي درين هذه الملكية إذا لم يكن أعطيك الملكية أنت مؤسسة الدولة كيف سأقوم بعمل ثقة في المؤسسات التي يتعدلون وإدارة لا تقوير في إدارة سير لدي الإدارة سير لدي الإدارة وسير لديه لا يمكن هذا الإخوان يجب أن نأخذ الإنجاز الذي يحق الفريق الوطني يأخذه بعض الإدارات وبعض المؤسسات التي تعدلون يأخذه كمعيار يجتهد يجتهد يعاون المواطن لأنه يجب أن نرى أن يحدثوا في المراكش يقسمون بها إلى عجلة الإستثمار لوقفه بسبب أن نتعب بعض الإدارة عجلة الإستثمار ووقفه أصحابي 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 أنا أعرفهم ووقفي يقول لك لدينا العراقين ومشاكل وإذا كانت تحدثوا وعلى شيء يتحدث يقولون ونجيبهم والله إذا نجيبهم لهذا الإخوان والجميع يجبهم أن يحدثوا الوطن واللحمد لله لدينا شخص مالك بأي شخص مالك لا يتحدث وإلا كيف يتقر به الجلالة المالك أول أحد أكثر أصحابي ونحن نتحدث ولكن يجبهم لدينا المسؤولين على الإدارة يجتادوا شيء يساعدوا المواطن يبسطوا الإجراءات لا يجبهم إذا كانت هذا ولكنني كتمشي لمؤسسات لك تلقى العكس لك تلقى المشاكين والعراقين تكرار والله لك تكرار إدارة والإخوان شكرا لكم نتمنوا أننا كنا نلقوكم فرصة أخرى وإن شاء الله ركي الجديد السلام عليكم ورحمة الله